كانت هذه اللبؤة تطارد فريستها وبينما تهرب الزرافة كانت تقف لبؤة أخرى أمامها تستعد للهجوم عليها وعندما اقتربت الزرافة قفزت اللبؤة إلى أقدامها الأمامية لتصطدم وتقع على الأرض وترفسها الزرافة بقدمها يبدو أن هذا الضبع حاول افتراس هذا الحمار فانقلب الوضع ليصبح الضبع هو الفريسة والحمار هو المفترس بينما كانت هذه الدجاجة تأكل مع صغارها حل عليهم طائر السقر كضيف غير مرغوب به لترحب به الدجاجة على طريقتها الخاصة وتلقنه درسا قاسيا لن ينساه أبدا تعرض هذا الجموس لهجوم من قبل هذا الفيل المتوحش دون أي سبب ليلقى الجموس حتفه متأثرا بضربات أنياب الفيل القاتلة هذا الأسد الغبي دخل وسط قطيع من الجواميس فرحبت به الجواميس بتوجيه نطحات قاتلة جعلته يحلق في الهواء فدفع الأسد حياته ثمنا لغبائه هذا الكلب المشاغب أزعج الحمار وفر هاربا فهجم الحمار عليه ولقنه درسا لن ينساه أبدا كان هذا الحمار يحاول الاقتراب من هذا الجمل الذي يتفوق عليه في الحجم ولكن الجمل لم يكن يفضل ذلك وهذا ما جعل الجمل يهجم بطريقة متوحشة للغاية عليه كما هو واضح في هذا المشهد حتى أنه استطاع عض الحمار بقوة مما تسبب في كسر خطير في هذه المنطقة ولهذا قام الحمار بالابتعاد من أمام الجمل على الفور قامت هذه الأفعال غير سم بمطاردة هذا الضفضع كي تفترسه وقامت بعض إحدى رجليه ووضع كل ثقلها عليه حتى تتمكن من إنزاله ولكنها لم تتمكن من ذلك بسهولة لأن هذا الضفضع هو ضفضع الشجر الذي يمتلك أصابع لاسقة تساعده على التمسك بقوة على أي سطح تفاجأ هذا الحمار الوحشي بوجود أسد أمامه ليفاجئه الآخر الأسد بركلة قوية أوقعته على الأرض بينما كان يمشي هذا الكلب مع صاحبه تعرض صاحبه للهجوم من قبل إوزة عدوانية حاولت أن تعض ساقيه ولكن الإوزة لم تتمكن من ذلك لأن الكلب الشجاع دافع عن مالكه حتى النهاية وعلى الرغم من أن الكلب كان يمسك بالإوزة من عنقها لوقف الهجوم إلا أنه تأكد من عدم إذائها فسبحان الخالق العظيم كان هذا الأرنب يتشاجر مع الأرنب الثاني كما هو واضح في هذا المقطع حيث أنه كان قادرا على تسديد العديد من الضربات المضحكة حتى يتمكن من الفوز في هذه المعركة ولكنه لم يستطع الفوز في النهاية وهذا يؤكد على الطريقة الغريبة التي يتعامل من خلالها هؤلاء الحيوانات في محاولة التصدي للحيوانات الأخرى والهجوم عليهم يبدو هذا المشهد وكأنه كلب دخل وسط ملوك الغابة وبدأ يصارع أحدهم ولكنه في الحقيقة يدافع عن الأسد الذي بطرت ساقة وإلى هنا متابعين الكرام تنتهي حلقة اليوم فلا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد اشتركوا في القناة